الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض في الآيات الكريمة من سورة كاف آية 16 إلى الآية رقم 26 أو 27 26 نعم موضوع الآية الكريمة خلق الإنسان دليل على قدرته تبارك وتعالى وشمول علمه سبحانه وتعالى وملازمة الملكين له لرصد أعماله وأقواله يعني كتابة الحسنات والسيئات ثم سكرة الموت والنفخ في السور وكلام القرين الموكل بعمل الإنسان من الملائكة هذا هو موضوع الآيات الكريمة والآن مع تكرار الآيات ضع إصبعك على الكلمة وقرأ بصوت مسموع وانظر إلى الآيات في المصحف وتفكر في الآيات الكريمة في حال التكرار بنيات التذبر والتكرار مفتاح من مفاتيح التذبر كما قلت سابقا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال كرينه هذا ما لدي عتيد وقال كرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب منع للخير معتد مريب منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وحبل الوريد هو عرك في العنق متصل بالقلب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد حين يكتب الملكان المترصدان عن يمينه وعن شماله أعماله فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات يا رب سلم ما يلفظ من قول إلا لديه ركيب عتيد ما يلفظ من قول فيتكلم به إلا لديه ملك ملك يركب قوله ويكتبه وهو ملك حاضر معد لذلك يا رب سلم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت شدة الموت وغمرته بالحق الذي لا مرد له ولا مناص ذلك ما كنت منه أيها الإنسان تهرب وتروغ ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد نفخ في القرن نفخة البعث الثانية ذلك النفخ في يوم وقوع الوعيد الذي توعد الله به الكفار وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها ملكان معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشر والآخر يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير وشر لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان فكشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك فزالت الغفلة عنك فبصرك اليوم فيما تشهد قوي شديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال الملك الكاتب الشهيد علي هذا ما عندي من دوان عمله وهو لدي معد محفوظ حاضر ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد يقول الله تبارك وتعالى للملكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق ألقي في جهنم كل جاحد كثير الكفر والتكذيب بالله جل وعلا معاند للحق مناع لأداء ما عليه من الحقوق في ماله معتد على عباد الله وعلى حدوده شاك في وعده ووعيده الذي أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من خلقه فألقياه في عذاب جهنم الشديد والعياذ بالله نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك يستفاد من الآيات الكريمة يستفاد من هذه الآيات الكريمة علم الله تبارك وتعالى بما يخطر في النفوس من خير وشر وخطورة الغفل عن الدار الآخرة خطورة الغفل عن الدار الآخرة وصفة العدل لله تبارك وتعالى الملك الحق تدبر الآيات الكريمة أيها العبد أيها العبد إن الله أقرب إليك من كل قريب فإياك أن تجعل بينك وبينه وسطه قد علم الله سبحانه ما يكنه صدرك وما يجول في ضميرك ونفسك فحذار أن يطلع منك على ما لا يرضيه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال لا يأخذ الله جل وعلا عبده حتى يقيم عليه الحجة من نفسه وما تتبع الملكين لعمله إلا شهادة تكون له أو عليه كذلك لما فر للإنسان من السعي إلى تقوى الله عز وجل سرا وعلانيا فإن الملكين عن يمينه وشماله يرصدان عمله لا يفوته ما منه فائته ما يلفظ من قول إلا لديه ركيب عتيد لو علمت بمخبر يركبك ويتتبعك لأوجست منه خيفة وكنت منه على حذر فما بالك بمن يركب أعمالك ويكتب أقوالك سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي تهرب وتروغ الموت حقيقة الحقائق لا ينكرها عاكل ومن الخير لك أن تواجه هذه الحقيقة بأن تعدى لها العدة كذلك أيها الغافل الله إن فرارك من الموت ما هو في الواقع إلا أقبال عليه لأنه قدرك الذي لا مفر منه فتنبى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد أن للعاكل أن يهنأ وهو يعلم أن الملك الموكل بالقرن يوشك أن ينفخ فيه للبعث والحساب وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إنه لمشهد مفزع حين يساك العبد إلى محكمة العدل الإلهية والشاهد حاضر ليدلي بشهادته بالحق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد غطاءك أي حجاب غفلتك عن الأخرة لا تزول حجب الغفلة التي تحول بين المرء وقلبه إلا بالإيمان الصادق ودوام ذكر الله تبارك وتعالى كذلك من لم يرفع عن عينيه في الدنيا غشاء الشهوات وغطاء الشبهات رفع عنه يوم القيامة كثرا ليبصر بعيني قلبهما غفل عنه طويلا وقال كرينه هذا ما لدي عتيد كرين هنا الملك الذي يشهد عليه عتيد معد حاضر محفوظ ما تفعله في رحلة الحياة تجده مستورا بحذافيره في شهادة الملك الموكل بك فأملأ صحيفتك بما تحب أن تراه غدا خيرا أو شرا القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب مضى زمن الإمهال وحان وقت الحساب فمن آثر الكفر على الإيمان استحق أشد العقاب كذلك العناد صفة ذميمة تحول بين المرء وقبول الحق مهما أكيم عليه من حجج وظهر له من بينات القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد لا يقتصر الشرك على السجود للحجر والشجر فكم من شرك خفي يودي بصاحبه إلى الجحيم والعياذ بالله اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار التجويد في الآيات الكريمة ولقد فيها حكم القلقلة لأن الدال من حروف كتب جد قوله تبارك وتعالى توس وسو توس وسو أين الأحكام في هذه الآية؟ لا يوجد فيها أحكام إلا أن السين يظهر فيها صفة الصفير صفيرها صاد وزاي سين كذلك السين من صفاتها الهمس ولعل هذه من أبرز الصفات في حرف السي الهمس وكذلك الصفير توس هذا هو الصوت الذي نسمعه توس توس وسو ولا نبالغ فيه كلمة نفسه نفسه سهو الفاء فيها حكم أو فيها صفة الهمس كذلك الووس صغيرة اللي بعد ذهاء التي نرى هذه فيها حكم أو مد صلة صغرى مد صلة صغرى إذا جاء بعدها همس نقول مد صلة كبرى لم يأتي همس وإنما أتى حرف متحرك نقول مد صلة صغرى هذا والحمد الله رب العالمين اشتركوا في القناة